في الدكتين كنشكل الراب وكان خلقه تغطر الله بي جهنم لي جمحه وقوه يوبي عرفنا هالو ليبوب حشتيها فعين دهرك بينما عرفتيش الهيب هاب البتي فلينك فغرك تهنم الباردان دخلو ليام عليه راك شركت بربي وحدك انت هالك لا في الدكتين شكل زب وقلس عليه راك ما رايح تخلق والوم غيرك حابب حالك قيم التوتر على العلاقات بين رموز الراب في كل من المغرب والجزائر حيث ارخى التصعيد من عدد من الاسماء البارزة في هذا المجال الفني في الجارتي الى درجة ان تبادل الكلاشات اصبح هو سيد الموقف بينهم هي كلاشات شبيهة بتبادل اطلاق النار تبادل مغني الراب المغربي المعروف بلقب حليوة كلاشات نارية مغني الراب الجزائري ديدين كانون قبل ان تتوسع رقعة الكلاشات تنتشر بين مغني الراب في كلا الطرفين قاموس مليء بعبارات السب والشتم وطبعا هذا هو قانون الراب ودخل الضون بيك وهو من كبار فناني الراب في المغرب على خط هذه الكلاشات وجه سهام كلماته القاسية تجاه ديدين قال ان الغارض من دخول مغني الراب الجزائريين في هذه الحرب ترمي الى الزيادة في عدد المشاهدات في اليوتيوب وهو ما سيدر عليهم ببعض المبالغ في ظل ازمة الظنار الجزائري ترى بعض المتسبعين عن تحفظهم من دخول الراب في ازمة العلاقات بين البلدين وقالوا بان الفن يمكنه ان يساهم في دعم علاقات الاخوة بين الشعبين في وضاء ان يهدد بتكريس التباعد في حين اعتبر اخرون بانه لا حيادة في قضية الوحدة الترابية المغربية اوردوا بان كل الفاعلين بما فيهم اصحاب الراب مطالبون بان ينخرطوا دفاعا عنها في مواجهة حكام الجزائر حيث العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر حالة من التوتر حيث يتهم المغرب الجزائر بدعم انفصالي لجبهة البوليزاريو واحتضانهم وتكريس مجهودات ديبلوماسية انتصار للطرحة الانفصالي والإساءة للوحدة الترابية للمغرب في مختلف المحافل والمنتدايات الدولية وشكرا لكم على المتابعة دمتم في امان الله